السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام على قناتكم المميزة قناة الصحة والجمال في برنامجكم الذي تعودنا معكم ونكون موجودين معكم منذ سنوات عديدة في برنامج أحلمنا الجميلة وهذا البرنامج يتكلم على رموز الرؤى والأحلام واستقبال رؤى السادة المشاهدين حلقة اليوم نتكلم على رمز من الرموز في علم الرؤى والأحلام من أجمل ومن أفضل الرموز كل البشر يحبون هذا الرمز وعلى الكبير من الناس يرى في منامه هذا الرمز ولكن له تأويلات عديدة وله تأويلات عظيمة وهذا الرمز الله جل وعلا زكره في القرآن الكريم هذا الرمز ربنا زكره بأنه فيه شفاء للناس والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه دواء لواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما قاله اسقي أخوك عسل رؤيت اليوم عن العسل الأبيض في المنام تأويل العسل في المنام هو حلو والله مش حلو مش طيب هو خير ولا مش خير العسل بجميع أنواع فيه الخير الطيب الجميل العظيم لمن يراه في علم الرؤى والأحلام العسل في المنام راحة وسعادة وسرور العسل في المنام متعة ولزة بأشياء يتمناها الإنسان في الحياة العسل في المنام العسل الأضيض بعض الأحيان يبين على الشفاء بأن صاحب المنام لو هو يعاني من تعب أو يعاني من ألم من مرض سيزاد عنه وهو لو كان لا يعاني من تعب أو لا يعاني من مرض وأخذ العسل أو أكل العسل تزوق العسل سيحفظه الله جل وعلا من جميع الأمراض الخبيثة لن يبتلى بمرض خبيث قط إذا الإنسان أكد العسل وكان به الشمع اللي هو شمع العسل يدل أن صاحب المنام سيمن الله عليه بالفراء بكثرة الأموال لوحدة آنسة رأت في منامها تأكل العسل بالشمع سيمن الله عليها بالزواج ولو متزوجة سيمن الله عليها بالحمل إذا أكلت العسل مع الشمع لو كان لون العسل صاف جدا ونقي جدا يدل أن صاحب المنام سيحفظه الله من الخلافات ومن المشاكل والهم والغم والنكد والضيق والبلاء العسل لو كان فيه بعض التراب صاحب المنام سيقع في إشكال في فتنة في خلاف سيقع في قضية سيقع في محنة العسل لو كان به زبابة يدل أن هناك إمرأة خبيثة لئيمة لا تحب الرأي ولا تتمنى له الخير تتكلم عنه بكلام لا يجوز في شريعة الإسلام لو واحد رأى في العسل دم يدل أن صاحب المنام سيتعرض إلى مرض شديد وإلى مرض مزمن من الممكن أن يؤدي إلى الهلاك أو يؤدي إلى الموت ولكن على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي ليس واحد شاف في المنام عسل فيه دم يقول ده الشيخ أول بالموت تختلف من فلان وعلان وزيد وعبيد على حسب السن تختلف على حسب الحالة الاجتماعية تختلف على حسب ترتيب الرؤية وتنصيق الرؤية في علم الرؤى والأحلام ولكن هو مجمد العسل مجمد العسل في الأحلام فيه الخير والراحة والسعادة والسرور والرزق الطيب الجميل الحلال المبارك إلى صاحب الرؤية اللي يشوف العسل معانا دعائر فضل يا دعاء مسائل أنوار يا دعاء الحمد لله يا دعاء أنا عندي حلمين حلم لي وحلم الأختي فضلي فضلي يا دعاء أنا أرملة وحلمت إن جوزي المتوفي سمعني حدرتك نعم أنا أرملة وحلمت إن جوزي المتوفي جايني في المنام نعم وأخواته البنتين معاي وأنا مكلمش أخواته دون نهاقي تمام أخواته بقول لهم تشربوا حاجة قالوا لي نشرب اللي أنت هتشربي منه فقلت لهم لا أنا مش هشرب حاجة عملوك قهوة لحاجة ساعة فعملت لهم قهوة وبعدين فيهم واحدة قاعدة في الأرض إنها متكومة كده على جنب فأنا فقدت لها السرير وقلت لها يطلع ينام هنا على السرير ونعمتها على السرير بس جوزي ما كانش بيكلمهم خالص في الحلم بعد كده هو جي وقال لي أنا أعملك دخطة في البوز تمام علشان هتديجي في الوصفلطولة أنت عارف أنا مش عايزة منك حاجة أنا بحبك وقفيا علي أنت وعملين نحنن في بعضنا هو فقال لي لا أنا هتديكي فلوس هتديكي فلوس وهعملك دخطة في البوز دخطة دخطة بخمسة جنيه قلت له لا خمسة جنيه ده كان زمان المهم ما أنا حلمت لقيت نفسي مشيت روحت محل أشتري منه ملابس اشتريت فستان واشتريت حاجة مش معروفة مع الفلسطان وتحت الفلسطان بروفل الفلسطان أبيان بس مش فستان فرح واشتري بروفلت ركوان لقيت فستان بقى مكان طويل وجميل لقيته وصير فقلت للبنت ركحولي ده مش لايق علي البنت قيت لي آه ده شيفون آه والشيفون مش لايق عليكي خارج لقيت نفسي بعدي من مكان في الشرع يا عشي زي فيه زي رصيف أو حاجة عاليا بس حاجة مش حلوة وكنت هقع على فح لقيت واحد مسج بإيدي وعديني وبس خلص المنام على كده يا دعاء نعم انت في حد عملك مشاكل من أقارب الزوج حقيقة فعلا تمام كلامك تسبوط مئة المئة نقوله رؤية تانية يا دعاء طيب ما قلت ليس الحلم ده خلاصة فاصرغولك يا دعاء اولا دل ان في حد عملك بعض المشاكل وفي حد افترى عليك كذب وبهتان وزور وتكلم عنك بكلام لا يجوز في شريعة الإسلام ولا منهج خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وتكلم بأشياء غير حقيقية غير موجودة في الواقع بالمرة فعلا الشيء الثاني موضوع انك انت الخمسة جنيه والدفتر وما شابه ذلك ان زوجك يحبك عليه رحمة الله وانت تحبين زوجك موضوع الفستان ربنا حيسطرك ولن يفضحك ولن يخذلك سطرة لك يا دعاء موضوع ان في حد يأخذ بيدك ربنا حيسخلك واحد من الناس سيساعدك وسيقف معك وبجوارك في الحياة قلوا رؤية تانية يا دعاء اتفضل يا محمد محمد استاذ محمد تواصل معنا يا استاذ محمد كذلك موضوع العسل في المنام العسل في المنام يريد انهبت الصوت بتاع الاسمه العسل في المنام يبين ان صاحب المنام صاحب الاشاف الرؤية سيكون له التوفيق والتيسير والنجاح والعلو والسمو والشأن الطيب والشأن الجميل في الحياة تأويلات العسل كثيرة جدا متعددة الانسان لو رأى العسل على العسل الابيض وجد العسل على جذار او وجد العسل في الاشجار يدل ان ربنا حيمن على صاحب المنام برزق على حين فجأة لا يتخيل ولا يتصور هذا الرزق على الاطلاق ولا يتوقع هذا الرزق على الاطلاق ربنا حيمن به على صاحب المنام اللي شوف العسل الابيض اذا نزل العسل من السماء واخذ الانسان منه واكل يدل ان صاحب المنام الله جل وعلا يرضى عنه رضاء طيب ورضاء جميل ورضاء عظيم معنا هدى اتفضلي الو سلام عليكم انت اسمك هدى ولا اماني هدى حضرتك اتفضلي يا سيدة هدى الله يخليك يزيد فضل حضرتك بنتي في تانية كلية حلمت ان هي راح تشتري حلق فضة نعم فبعد ما اشتريت الحلق تقريبا الرجل الده بداله يعني معاه خاتم اللي اخذي برضك ده خاتم ده هي خليلك حياتك يعني جميلة وفي حد يرغب يا هدى الزواج من بنتك لا والله صيمن الله عليها بالزواج فربنا نقول لك لا تقلقي ولا تنزعجي او ربنا يبرك خليك مع ربنا هدى وخليك في الاستغفار والصلاة على خير الانام محمد عليه الصلاة والسلام والله اعلم لان الخاتم ده زواج للبنت يهودة بإذن الله تمرين امر يهودة العسل الابيض في المنام معنى ايمان يتفضل ايمان تورصلي معنى ايمان اتفضل يا ام محمد ام محمد ايوه اتفضل انا على طول العيالي بيحلمهم ان انا على طول بموت او حد بيتباحني يعني حد ميزباحك اه اتفضل سيدنا ابراء اسماعيل بزفح عظيم فيدلل على المناسبة السعيدة جدا لك في الايام القادمة والله اعلم لو واحد رأى في منامه العسل الابيض وكان مدمن كان يعني ميشرب مخدرات يدل ان ربنا سيغير مجرى حياته للاحصن والافضل والاجمل وسيمتنع عن شرب المخدرات وسيكون في تغيير في حياته وسيمن الله عليه بالطاعة والقوة والصحة والعافية معانا ام حبيبة ام حبيبة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام حبيبة اتفضلي اتفضلي ام حبيبة انت على الهواء انا حلمت لي حلمين انا وبنتي الصغيرة تمام بنتي حلمت ان هي كانت راحة مصر وعادة في شقة شقة كنتماشى في الشارع ففجأة لقيت واحدة كده قالت لي كانت جميلة او يا ماما ايه فبتقولي انا لما شفتها فلقيتها بتتحكلي ايه ولقيت واحد واقف وراها وعمال يتحكلي كده وبيبسره وبيتحكلي وليه اللحية بيضة كده فبتقولي هو انت ما انتش عارفة مين ده قلت لها لا انا انا شعارفاء قالت لي ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالت لي بعد كده يا ماما انا جاي ده حكلي كده واخدني معاه وقال لي تعالي معاه واخدني واخدني وراحنا شقة كبيرة اوي كده يا ماما شقة فيها خمس اواق كبار اوي وصالة كبيرة وحمامان اتنين ومطبخان اتنين هي بتحكيلي كده وبعدين بتقولي كل خمس اواق فيهم عشر سرايا وبعدين قال لها انت فهي بتقولي انا شفت ناس كده اوي كده معاه فبقول له من دول قال لي دي مراتي ودي اختي ده الكلام ده زمانية قالت لي انه سيدنا محمد صلى الله صلى الله قالت لي ولقيت فيه نجا زي نجف كده كبير بس ماش منور بتقول لي وفيه سجاج جميل اوي يا ماما فهي قاعدة بتحكيلي كده انا في نفس اليوم وده بس حلمة ياما حبيبة ياما حبيبة كان ياما حبيبة اوضة كده زي بالبلد يعني زي غية حمام صغيرة كده ومليانة حمام ابيض اولا من نسبة اليوم حبيبة رؤي النبي عليه الصلاة والسلام من افضل ومن اعظم ما يكون فيها كل الخيرات وكل البركات وفيها المن والفضل والعطاء والرب البريات لابنتك وابنتك ربنا حاملنا عليها براحة وسعادة وسرور وحزحكم طيب وجميل سواء في امور الدين رضا ربنا او في امور الدنيا بس بنتك ستعرض في يوم من الايام الى محنة عظيمة لموضوع العشر سلاير ولكن الله جل وعلا سينجيها من هذا الامر وسيحفظها الله جل وعلا بحفظه وبمعيته فقول الحمد لله يا ام حبيبة والله اعلم الحمد لله معنا هاجر اللي وسعو عليكم وعليكم السلام ياريت توطي الصوت هنا في الاربيس هنا فضالي يا هاجر لو سمحت عندي حلمين فضالي انا حلمت بخالي المتوفر نعم جاي ولبس كلابية بيده وحطت ام بيده بس حواجبه بيده كلها نعم ووشه ابيض قوي وبس حسنها منفوخة كلا وبيده قوي سلم علي وقعد شوية فبقول له قعد يا خالي قال لي لا خلاص انا كده اعدت وهم تمام وبعدين راح مسلم علي وراح ميش تمام في الرؤية التانية يا هاجر نعم عشان منساشي خالق دي في راحة وفي سعادة وفي نعيم وفي مكانة عظيمة جدا عند رب العالمين أبشر أقول الحمد لله الحمد لله ورؤية الثانية يا هاجر حلمت برضو بستة المتوفية أنا كنت حامل وحلمت بستة المتوفية جاي بتقول لي يا عايزة عن ببط بتجاي تمام فدخلت بيتنا كده وقالت الله شقيتك حلوة قوي فأنا قلت له يا شفتي يا شتي شقيتك حلوة قوي قلت له فأقول لها حطت الأنبوبة قدام الشقة وأقول لها بص الأنبوبة هي وانت ماشية تبقى جغبية بس في حترة ده موضوع أنك انت يعني هي عاوزة أنبوبة في أجر وفي سواب ووصل إليها في قبرها موضوع أنك انت تحطها تحط للأنبوبة قدام الباب من الله عليك بحسن الأخلاق والسدوك ومن الله عليك بالكرم والجود انت إنسانة مش بخيلة أو شحيحة موضوع أن الشقة بتاعتك حلوة ربنا حيحللك الدنيا بتاعتك وربنا سيعطيك حتى يرضيك وسيعطيك من الخير العظيم جدا والله أعلم نرجع للعصر الأبيض في المنام بعد الأحيان العصر الأبيض يكون قول عمر إلى صاحب المنام اللي شاف الرؤية يكون عمره طويل يعيشه عمرا كبيرا والله أعلم معنا أميد حلمت معنا اتصال سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم فضل حبيب رفع الصوت لو سمحت أنا عندي أربع أحلام عايز أفصل لأنا هاخد منك رؤية ولو كانت قصرة هاخد منك رؤيتين هلو أيها سامعك هاخد منك رؤيتين لو كانت بسيارين تفضل طيب تمام أنا أول حلم أنا كنت حلمت إن أنا في الأرض عندنا وبخصف في تأمح تمام والناس كنت حولي كده يعني تمام الرؤية الحلم التانية دقيقة دقيقة وحدة لحظة أولا الجمح والسنابل ربنا ذكرها في القرآن الكريم في صورة البقرة فيذلين ربنا سبحانه وتعالى أعطاك أجر والثواب عظيم جدا فعلته انت عملت حاجة لوجه الله وربنا أعطاك عليها أجر والثواب عظيم جدا قل الرؤية التانية انت معنا معنا أحمد اتفضل يا أم أحمد حضرتك أنا حلمت إن أنا عندي طرقة طويلة كده ووالدتي متوصية نعم قاعدة وقدامها بطيخة مفتوحة اتنين تمام فيها بزر بس تمام أم أحمد روحت من هنا فين يا أم أحمد ما لازم أنا كنت حسنك سؤال عشان أعرف أفسر المنام يا أم أحمد الأم دي أصلا متوفة ولا غير متوفة على قيد الحياة يختلف التفسير هل هي امرأة قوية كده لها شخصية قوية ولا لها شخصية ضعيفة لأن البطيخ له ألف تأويل وله ألف تفسير على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي وعلى حسب ترتيب وشخصية الرأي في الأحلام أصلا أصلا هي كلها خير إن شاء الله يا أم أحمد حلمت إن إحنا مسافرين على طريق البحر أولا الصفر تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام بسافروا تغنموا أي سافروا يأتي إليكم الخير على عظيم ففي الصفر دائما فيه الخير وإن كانت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يعني إن الصفر ده قطعة من العذاب فالنبي قلب العذاب كله يا عائشة فيدلل إن اللي يسافر في المنام حتى لو كان يأتي إليه العسر سيأتي إليه اليسر ولو كان يأتي إليه الضيق سيأتي إليه الفرج أسأل الله ربنا يفرج عنا جميعا الهموم ويسل لنا جميعا الأمور والله أعلم ما تفسير من يرى نفسه أنه يخطب من شخص يعمل في محل للاتصالات مونى الأردن اللي تكون مخطوبة لواحد يعمل في محل الاتصالات في الأحلام في المنام هي حتتزوج من واحد صرصار كثير الكلام كلامه أكتر من فعله يتكلم على الفاضي والمليان وما تعدش على في هذا الزمان كثير جدا ولو حبي يتكلم على الموضوع ده ونعلق على الموضوع ده هناخد حلقة في ناس كده شغل الشاغل الكلام والصرصرة وفي ناس شغل الشاغل الكذب والريب حياة من الواحد ما تقابله في الحياة تحير العقول تلقى الإنسان يجدب يجدب الكذب والله ويصدقها يجدب ويصدق الكلام اللي قاله أسأل الله إن ربنا أحفظنا جميعا معانا اتصال في حد معانا فضل يا مرفت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرفت إزايك يا شيخ الحمد لله يا مرفت تمام تحياتي لحضرتك وروسة البرنامج ربنا يبريك لك واتقول في عمرك إن شاء الله يا أختي الله يخليك معي بس حلمين يعني زغيرين كده تؤمري أمر الله يخليك ما يأمرش عليك الظالم أنا أول حاجة أنا واقع علينا زلم يوم جامد أول ما تقوليش أنا حقول لك كان عليك الظلم أو الظلم يا مرفت طيب قضالي بس أنا حلمت إن في واحدة ما عرفهاش أختي أختي حلمت إن في واحدة ما نعرفهاش قالت لي أنا هتديكي جايزة شق تمام وأنا بكيت بس بكيت ما تغير صوت يعني أربعه نجلت بغيارة كده نعم وبعدين كان في واحد جميلها في الشغل وكان واقف اسمه كريم بسني في أورتي اسمه كريم بسني في أورتي اسمه كريم دم حلم الأول إلي بداية واحدة الجائزة ربنا سيمنه عليك بأمر فريد ونادر وثمين وربنا حيسعدك وحيفرحك وربنا حيجعل لك من بعد العسر يسر ومن بعد الضيق سيقول لك الفرج وكلمة كريمة أنت إنسانة كريمة وإنسانة خيرة ونيرة وتحب الخير إلى كل البشر والله وجل وعلا سيحطيك الخير قل رؤية تانية انت معنا تواصل معنا إن شاء الله يا فن حلمت إن أختي أمال شعرها كله أبيض وقصير أولا لما يكون الشعر قصير في المنام على غير الحقيقة أمور معطلة صاحب المنام سيعاني من نكد أو من هم أو من غم أو من ديق من على اتصال مين تفضلي ألو أيوة 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 تفضلي تعالوا أيوة أيوة سامعك تفضلي وقت التليفزيون لو سمحتي لأ أقولي تاني إيه ما تقولي إيه بس لكده ما سمحتش حاجة منيك أنا كلمة أنا سمعك ست شهور سجني بس سامعك بالتخوية حلمة اللجوزي خد ست شهور سجني وجوزك شغال إيه إيه لا مش شغال إيه شغال إيه ما شغالش حاجة على بابا الله أسأل ربك لا 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 شغال تارزي تارزي إيه أنت ساعد قول ما شغالش شاعد قول شغال تارزي أسأل الله جل وعلا والتيسير فنبع على جوزك إن في حياة في الحياة يعدلها ويرتبها لأن الموضوع إنه يأخذ ست شهور هو يحتاج إلى النصيحة وإلى التعديل وإلى الرشد وإلى الوعي وإلى أشياء كثرة جدا في الحياة والله أعلم الشعر القصير لم يكون هنا شعر طويل في الحقيقة يكون مزموم والشعر الأبيض للمرأة مزمومة نكد وهم وغم وضيق وبلاء وتعب ومرض إنما للرجل الشعر الأبيض وقار وإحترام وطل عمر وأشياء كثيرة جدا للرجل والله أعلم رأيت أني في مغارة كبيرة اتفضل حسين السلام عليكم ايو اتفضل حسين انا حسين اتفضل رأيت واحد من أقاربي أحسبه على خير يعني لا قرأي في الحج حضرتك وخزفة في بيته وفاح والناس كلها لابس أبيض وهو يا فندق قال أبطيني حزافي اللي أنا لابسه أعزكم وقال لي أرجوك أعطيني هذا الهج لا لأني أنا منتظر عاجبي جدا ورق حولك قلت له يا جدي هو جدي روح حتى الهج وارجع بالسلامة وانا مش عايز الحزاء قال لي لا حرجع وقلت له حشان الحزاء يكون لمس الأراضي المقدسة فيه بالطائرة ويجب قال لي خلاص أنا عايز الحزاء ما ترجع وهو حبأني وفاسني وقال لي إن شاء الله حاجع وارجع الحزاء وهو في فرح شديد وطرب وأهله وأبنائه هو في الحقيقة يعاني من تعب أو مرض حاليا هو مريض بس كده آه مريض يا فندم ويعني هي راجل من الأبقياء الأنقياع نحسبه على خير بس هو منهوش علاقة أنه تقي أو غير تقي منهوش علاقة أنه صالح أو طالح تمام ولذلك لو سألت أي واحد حيقول لك فرح حيقول لك صرور حيقول لك نكد ولكن المنام يبين أنه مريض ويعاني من آلام ويعاني من متاعب ويعاني من نكد ويعاني من أم عليك له بالدعاء وعليك له أنك تدعو له وأن تساجد وأنت تصلي لله رب العالمين أسأل الله جل وعلا لك وله الحفاظة والمن والفضل والعطاء من رب العالمين لكما والله أعلم يعني أنت لو شفت الرؤية دي عادة كبير جدا يقول لك ده المنام ده خير بس هو مش خير واحد يقول لك ده فرح ده سعادة ده صرور ده حظ طيب وجميل ولكن الرؤية فيها تعب والرؤية فيها مرض أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا من الأمرات فقودوا الحمد لله والله أعلم من معنا أم بشار فضل يا أم بشار أم بشار أم بشار أم بشار فضل يا أم بشار ماشي حضرتك تفسرتلي حلم قبل كده وقلتلي خلي بلك من ولد دو قبنا يبريك لك يعني تمام بعد كده من ساعة ما حلم الحلم دوت أنا أنا مستمع بكواهي في حضرتك بس أنا أقول لك تمام من ساعة ما حلم الحلم دوت وهو بقى يقرف الحاجة قبل ما بيحسن ماشي لا بعد كده خليكي معايا أنت ما تقولي إيه هو حدثك صوت صوت عندك وطي يريد بعد إذنك عايز رقمك بس عشان أحكي لك اللي حصل معادي إيه في الموضيل الحلم دوت تواصل مع الكنترول وصيب الرقم بتاك وأنا حتصل بك شخصيا صيب الرقم بتاك في الكنترول وأنا حكلمك بعد الحلقة يريد تأخذوا الرقم منها يا معا فبعض الأحيان أنت موقع تشوف المنام رؤية جميلة وتظن بأنها جميلة ولكن هي من الجميلة أنت موقع تشوف النبي عليه الصلاة والسلام مع أن رؤية النبي في كل الحالات فيها الخير بس بعض الأحيان مش هقولك فيها السوء بعض الأحيان رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تأتي وتبين السوء صاحب المنام انه صاح البنان ده انسان مش كويس زي مرة واحد راح لابن سرين فرحان وسعيد وقال له والله انا رأيت النبي ماذا رأيته النبي كيف رأيت النبي قال له رأيت النبي ميت وغطيت النبي النبي كان مكشوف انا غطيته قال لقد كتمت حق واشهدت تزور لان النبي حق واللي غطي النبي ده مش كويس في علم الرؤى والاحلام معانا اتصال معانا اتفضل محمد محمد لو سمعت ما عندي انينا عايزة فتفضل اتفضل محمد انا شفت حبيب لكن عبارة عن سياح في الارض كتير وشفت الجيل تمام وشفت رؤية تحن ان احنا كنا رايحون ميت في الميت لكن الميت ده ميت من زمان تمام من فترة لكن ابو ابنه افضي قال انا عارف يعني يالني يا ريت ابيا ما كانت تمات دلوقتي كان عاش في شوية تان لكن الميت ده ميت من فترة من يجي عشرين تانا كتير تمام الرؤية الاولى تدالي انك انت عملت حاجة وربنا عطاك عليها اجر والثواب عظيم جدا الرؤية الثانية بتاعت الميت تدالي انك انت من اهل الحق ليس من اهل الباطل يعني انت انسان محترم جدا من كل المقاييس وانت انسان محبوب وانسان مألوف يحبك الكثير ويعنفك الكثير من الناس اسأل الله ان يحفظك وان يصونك ويرعاك والله اعلم من معانا اتفضل يا هناء ازاكي شخي ابراهيم الحمد لله يا سيد اهناء ازاكي الحمد لله كثيرا حضرك طيب صحة والسلام يا هناء انا حلمت خير يا شخي ابراهيم ان احنا في شائتنا وبعدين انا وقفنا وابن خالي في الحمام تمام بس كان عالي شوية وفي حيطة مفتحة من الحمام وفيها الصندوق اللي هو بتاع التبارات بتاع مسجد وبانتخلت اسمها رحيا بديتني فلوس احطها فيه فانا حطيت فيه الفلوس دي فضى ورق وجنب الصندوق دوت يا اما ملابس او ورق فهي بتقولي ابن خالي لما انت عايز تتقدم لها وبتلمح لها ما قلتي ليش ليه قال لها انا بلمح لها وما حدش لي حاجة عندي يعني قصة انت متعافيش احنا بالنسبة لبعض ايه فقالتلي فانا قلتلها قافيا لانت بتعافيش احنا بالنسبة لبعض ايه رحيت خرجت فانا بوري له صاجات اللي هي بتاعت الرأس دي فكان فيها جاس فانا مرضيتش يعني سكتة حطيتها تاني وهو كان عنده في الحم حل ورد كبير جدا وجميل جدا وعملي يوظف في الورد فاخته قالت له ان انت كل ما توظف في الورد بطريقتك الورد بيزيد جمال وكان عنده ورد حلو جدا ده الحلم الاولين يا هناء انت في انسانة كارهة او حاقدة او حاسدة عليك يا هناء مش عارفة والله اشخي ابراهيم اصأل الله ان ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك اللهم امين لان موضوع الورد في اخر المنام ربنا منى عليك بعض النعم في نعم ربنا ادهالك وش موجود عند حد يا هناء ايه هي الله اعلم ولكن للأسف الشديد في البداية هناك انسانة كارهة وحاقدة وحاسدة وجاحدة عليك اصأل الله ان يحفظك ويصونك ويرعاك والله اعلم ام مين ام الاء ايو يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ايه يا شيخ حضرتك عامل ايه الحمد لله يا ام الاء الله يخليك تبقى تظهر يا شيخ تكا في التلفزيون محتاجين حضرتك والله يقول يا رب وربنا اعزم يا ام الاء حنظهر وربنا ما اعزمش مش حنظهر يا ام الاء الله يخليك يا رب ويرحم اخوك يا رب الله يخليك علي رحمة الله عندي حلم لو حضرتك عايزة اقول لك انا خليك اللي مرات اخويا مرات اخويا لابتها في لابتها عبايا وصيارة وقرص بكلوش وعملها ترقص حتى مضمها على كتفها وعملها ترقص مرات اخويا لابتها اخويا لابتها اخويا لابتها انا هقول لك حياة لان في حياة اصلا شرعا لا يجوز يا ام الاء ان تذكر على الشاشة على الهواء شرعا لا يجوز وحتى لو قلتلي على التلفون على الخاص مينفحش ان اقولها لك لان دي اسرار ناس اسرار بيوت شرعا لا يجوز باي حال من الاحوال ذكرها ولا سردها على الهواء ولكن لأقولولك حاجة واحدة بس اصأل الله ان ربنا يبعد عنها النكد والهم والغم والضيق والبلاء بس كده والله اعلم مين معنا لا مستامعنا ام سيف الفضل يا ام سيف ايو لو تمحت عزة اقول حضرتك حل اتكلم يا ام سيف براحتك معك لغاية الصبح يا ام سيف الله يخليك انا حلمت ان فيه هاتف كده جا في الحلم وقال لي انها متى تعيش خمستاشر ونص انش عارف بقى السنة ولا يوم ولا شهر هو جا كده بس وانت عزة تعيش كده يا ام سيف نعم انت عزة تعيش ولا متعيشش معلش انت تمعها حضرتك انت عزة تعيش كده اه طبعا عزة تعيش ده حبيبت متأكدة عزة تعيش العمر كل عمرها طويل بس ويكون جميك وانت خايف منها يا ام سيف لا لا مش جمبي والله والله هنا دولة مصر ويا في البلد ربنا طول في عمرك وعمرها ان شاء الله ربنا حاملنا عليها بالعمر الطويل لان عدد عشر ربنا ذكره في القرآن الكريم بتلك عشرات كاملة ولما يزداد الرقم العشر يعني الرقم خمستاشر بيدل على طول العمر والخير العظيم سواء لك او لها والله اعلم ام سيف معانا منال السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منال لو سمحت يا عم الشيخ انا حلمت مرة ان انا جاعدة في القطر وجاعدة على الكرسي ورجلي مليانة كلها مية والباب القطر مفتوح بس المية مش راجعة تنزل يا منال ايوه انت تعرضت قبل كده للظلم او في حد ظلمك يا منال فيه فيه اسأل ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك ده انت تعرضت الى ظلم يا منال وتخلي بالك انت تعرضت لظلم مخفي محدش عارفه ابدا منال ولذلك اقدم لك نصيحة يا منال على الهوى ان كنت تحافظي على قراية اية الكرسي في الصباح والمساء يا منال والله اعلم طبيعة البشر كده في بعض من الناس حاسدة وكارهة وجاحدة لا تحب الخير للاخرين على الاطلاق ام مين اتفضلي ام كرمل ام كرمل كرمه اليون اتفضلي الخطم يقطع خالصين ايه السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي قلو الرؤية الاولى وبع كده لو كانت قصير هقول للجول التانية اه انا حلمت ان فيه اتنين ستات عاديين في الشارع فانا القوزي طلعناهم صدقة لله كل واحدة ادناهم خمسين جنيه تمام وبعدين لقينا اتنين ستات تانين شافوا فقالوا احنا عاديين احنا كمان رحت اخذت خمسين جنيه من الاتنين دول ادتها للستات التانية وقلت اقسموا انتم مع بعض بقى ده الحلم الاول ده دي رسالة لك يقول زوجك كده كموت تطلق حاجة الوجه الله والله اعلم جول التانية اه والحلم التاني ان انا ايه بعد ثوات الفجر صليت وقريت القرآن وصبحت ونمت حسيت ان زي ما يكون حاجة كده هاتف جالي كده وشفت شخص كده اسم محمد فانا قولت الدنيه بالنفسي يعني يا رب انا قريت القرآن وصبحت وصبحت وبردك الشخص تظهر لي فهو رد علي قال لي انا خلص انا ماشي قلتوه ماشي مترجحش تاني ورح ماشي ليه مرجحش تاني حرام عليك ده ربنا حيبشرك بالخير وسيبشرك بشرة طيبة جميلة عظيمة وكلما جاء اليك محمد في المنام ستكون لك رسالة هادفة عظيمة من رب العالمين هذا هو مضمون المنام الثاني والله اعلم مين معنا الو ايو السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام عمر من المينيا اهلا بيك يا ام عمر واهلا اهلا اهلا باهل الصعيد وباهل المينيا الله يخليك ربنا يبارك في حضرتك لو سمحتنا دايما على ثلاث اطفال تمام فدايما احلم بيهم ان هم هدوهم مرمية في الارض وانا بالامها وللادي بالذات يعني احلمت ان ابني استغير هدوهم مرمية في الارض وحد بيجر ورايا وعايد ياخدوا تمام انا خدت ابني وجدت دي فبعد كده حد دربني في ظهري فسحيت الصفة يعني بتوجع من ظهري وكده فا ايه نعم الأحلام دي حضرتك يا ام عمر نعم هو والد الاولاد على قيد الحياة اه الحمد لله ربنا يخليه اسأل الله ان يحفظه ويصونه ويعني ويقف معه ان شاء الله لان المنام يبين ان والد الابناء سيتعرض الى ظلم او الى محنة او الى بلاء او الى نكد وسيكون من الاقربين عليه ممكن يكون في ظلم الميراس مثلا على سبيل المثال وممكن يكون هناك ظلم اخر ايه هو الله اعلم اسأل الله جل وعلا ان ربنا يحفظه ويصونه يا ام عمر ودي اصلا طبيعة البشر الواحد كده يقبى ماشي في حاله كده مرة واحدة كده يلقى قوبة جهاله كده منين من اعلى مين معانا اتفضل يا رضا الو سلام عليكم اتفضل انت رضا ولا ام رضا لا رضا اتفضل يا رضا لو سمحت انا حلمت مرة ان انا موت في القبر ولجت نور داخل علي كده مم مم معاك يا رضا لجت نور داخل علي كده فانا متكفنة ومش بان غروش كده فجاب لي ما يسألني السؤال فانا جاوبت وقلت رضيته بالله ربا وبالاسلام مدينة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه نورة صلى الله عليه وسلم فجم سيدني وجم ضحك كده وجم ماشي يا رضا نعم الاول انت قانسة ولا متزوجة لا انا متزوجة ومعايا ثلاث اولاء تمام انت لما بس انت لدي مشاكل كتير يعني في حياتي ام انا كنت حسألك السؤال الثاني يا رضا اي حركت الرؤية لان الموت لك في هذه المنام يا رضا يعني نوع منوع المحنة انت وقعت في امر من الامور بس انت معرفاش تخرج مني انت في حلقة موء مغلقة ولكن على فك الحلقة ديمة ادراش مغلوب على امرك يا رضا اصأل الله جل وعلا لك بتفريج الهم وتيسير الامر لك يا رضا والله اعلم مين معانا؟ ايوه فضل يا محمود ايوه زيكا فان لك الحمد لله حبيب الغالي لو سمعت انا والدي متوفي في الحقيقة عليه ورحمة الله وحلمت بيه وحلمت بيه مبارح اه ان هو قاعد في وسطنا انا واخوية كبير وامي تمام وانا الوحيد اللي شايفه بقول لامي واخوية اه ابوي قاعدوا دقاءات جنبك هو كلما مش شايفينه فانا دخلت عليه قلت له ازايك ازايك يا ابوي عامل ايه قال لي كويس وشاول لي على سبحيتين كانوا موجودين على على الكنبة عندي وقال لي هاتهم تمام؟ فبعد ما اخدهم مني عدهم لي تاني وامي خلي بالك منهم واختفت اللي هم ايه بسبحيتين؟ السبحة اه السبحة اللي امتبت بيه تمام دا يدل ان في اجر وفي سواب وصل الى والدك منك انت وهو زعلان من باقي الاسرة لان الزارة لباقي الاسرة مقصرة وهذه رسالة من الله جل وعلا موضوع السبحة انك انت تكون كثير الاسكار عليك بالاستغفار والصلاة على خير الانام محمد عليه الصلاة والسلام والله اعلم اتفضلي يا امال امال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام امال السلام عليكم انت شايفانا جدامنا في التليفزيون يا ام امال اتفضلي اتفضلي يا ام امال اتفضلي يا ام امال تواصلي معنا يا ام امال براحتك عاوز تكمل نكمل عاوزنا نفصل نفصل براحتك انا معاك لغاية الصبح يعني لان علم الاحلام ده من الاشياء الطيبة الحب اقول لكم يعني الفادة من علم الاحلام عشان المخرم يقول لي نفصل ولا نكمل انا وعوز بالله من كلمة انا اعوز بالله من هذه الكلمة ودي اصلا في الاصل انك انت تتخذ علم الرؤى والاحلام ده دعوة كيف دعوة يعني تدعو الى الله جل وعلا من خلال الاحلام اي انسان يتصل بك توجهه الى الله توجهه للنبي عليه الصلاة والسلام توجهه للطريق الصحيح تفسير الاحلام يكون بالكتاب والسنة تفسير الاحلام يكون بعيد 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 عن البدع والخرافات والابطيل وامور الشعوذة تفسير الاحلام ليس له علاقة باي شيء اخر تفسير الاحلام اتفضل يا ام حمادة اتفضل يا ام حمادة اتفضل يا ام حمادة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام حمادة لو سمحت انا عنتي 56 سنة ربنا اتقول في عمرك وربنا احفظك ام حمادة شفت الانبالح والله اعلم يعني ان انا صغيرة وماشية وواحد ماشي وراي تمام فانا خايفة منه فانا ايه وانا ماشية لقيت بيدخلتي رحت داخلة فيه تمام وقلت متوفل فانا دخلت وهو راح داخل وراي فهو دخل وراي فهم بيبسلو كده فبقول لها ده ايه انا خايف مالي فبيقول لها ايه انا مش هراها عايزة اتجوز تمام فطبعا انا خفت منه مرجوش اخرج فتحكم النوم على كده انت زوجك موجود ام حمادة لا ده الملام يبين ان ربنا منع عليك بالصفات طيبة جميلة عظيمة وانت زوجك موجود ام حمادة انت محبوبة مألوفة يحبك الكثير اسأل الله ان يحفظك ويصونك ويرعاكم كنت معكم في برنامج احلامنا الجميلة يتكلم على رموز الرؤى والاحلام اسأل الله ان يحفظنا ويحفظكم جميعا ويحفظ مصر الحبيب من البلاء والهم والغم والنكد واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته